رحب اتحاد القبائل العربية بزيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات إلى جمهورية مصر العربية من أجل قضاء أجازته السنوية كما هو معتاد في مدينة العالمين الجديدة وقال بيان للاتحاد أنه بيعتبر اتحاد القبائل العربية الذي يرأسه المهندس إبراهيم الارجاني أن هذه الزيارة المعتادة لقضاء الإجازة السنوية لرئيس دولة الإمارات الشقيقة على السواحل المصرية بمثابة دعم مستمر من سموه لقطاع السياحة المصري وكذا التأكيد منه على المستوى الرفيع اللي بتقدمه مصر بمختلف قطاعاتها لضيوفها الكرام سواء من الأشقاء العرب أو من كل أنحاء العالم وتابع البيان أن هذه الزيارة بتعتبر رسالة دولية تبرز صورة رقي الخدمات السياحية المصرية واستقرار الدولة وسيادة الأمن والأمان في مصر العظيمة